في الخاص مخاوف من زلازل وموجات تسونامي في لبنان والخبراء لا ينفون ولا يؤكدون كان كافيا أن يحذر منصق الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز من إمكان حدوث زلازل وموجات تسونامي في البلاد لتنطلق موجة خوف لدى كثيرين قد لا تتعدى كونها زوبعة في فنجان صحيح أن كلام واتكنز جاء في إطار حسه الدولة اللبنانية على الإسراع في إنشاء هيئة إدارة الكبارث وذلك في خلال ندوة عن هذا الموضوع عقدت في السراي الأربعاء لكن التحذير هذا يستحق التوقف عنده سامع شيء عن تحذيرات من زلازل وهزت في لبنان هلأ قريبا؟ لا مش سامع ولا اليوم خي كنا عم بيقولي حطينا كنا على الانترنت بس هيك اسمات فيه ما بعرف الله ما أنا أيضا من يومين سالله يا رب ما بيسير شيء عن لبنان الكافينا علميا يتأثر لبنان بأكثر من فالق زلزالي من أبرزها فالق سرغاية المنبثق عن فالق المشرق وفالق اليمون المشهور والمنبثق أيضا عن فالق المشرق إلى جانب فالق جبلي لبنان الذي اكتشف في العام 2006 في البحر الأبيض المتوسط والمسؤول بشكل أساسي عن أي موجات ماد أو تصنامي قد تحدث طبيعي الأمم المتحدة اللي منشوف بلد يعني يمر فيه حوالي أربع فوالق وهو قريب أيضا من منطقة اندساس تحت أبرص اللي يتولد عنها زلازل كبيرة طبيعي الأمم المتحدة تجد أن لك أنت لازم تكون مستعد لأي زلازل أو صنامي أو كوارث طبعية بس هذا ما بيقول أنه فيه تاريخ محدد للزلزال ما بيعرفه لأنه ولا أغلب العالم ما بيقدروا يحدده أين ممكن يصير فيه زلزال أو صنامي يجزي مساعد أنه لا يمكن لأحد أن يعرف تاريخ حدوث زلزال أو هزة أرضية لكن ثم تقنيات يتم تطويرها في كاليفورنيا وطايوان مثلا تمكن من رصد الزلازل قبل لحظات من وقوعها إضافة إلى عمليات تصويرا للأرض وصفائحها لرصد حركتها والتقلبات التي تحصل للأسف في لبنان ما فيه موازنة للبحث العلمي يعني المجلس وطن البحوث العلمي بموازنات قليلة عم بيحاول بيبذل جهد كتير كبير بس لو كان فيه موازنات كان ممكن يكون فيه أجزاء أكتر على الأرجح لا يخشى اللبنانيون الهزات الأرضية وتوابعها بقدر ما يخفون الزلازل السياسية التي تأتيهم من كل حدب وصوب وهنا يستحضرنا قول الكاتب أنسي الحاج في أحدى مقالاته لقد ودعتنا الطبيعة على خازوق جغرافي وليس على فالق زلزالي جون يطانيوس mtv